السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التنظيمية ترتكز على عدد من التدابير والإجراءات منها تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة وكذا تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة بعد تركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي واللازمة كمدخلات أساس خلال مستوى الدراسي الموالي وأوضحت الوزارة أن هذه الخطة تتبلور في تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك بالإضافة إلى تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية من أجل إكمال المقارات الدراسية وتعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم بالإضافة إلى تعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية والموحدة كما قالت الوزارة عن انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم العاشر يونيو 2024 بدل الثالث يونيو 2024